ايو فانديم حضرك معي؟ طيب معك اشتري طيب استاذ كابتن وليد العطار المدير التنفيذي للاتحاد المصري لكرة القدم اكد انه مع طلب النادي الاهلي للوايح الانضباط تم تصويرها وتسليمها للسيدة حنان الزيني مديرة التعقدات بالنادي في وجود العميد محمد مرجان المدير التنفيذي للنادي ايه رأي حضرتك في هذا الكلام؟ هو طبعا يعني الاستاذ وليد طبعا يعني رجل احنا كنا عنده فعلا في المكتب ومدير التنفيذي للتحبوص القدم ورجل فديق برضو ولكن احنا لازم افكر بس استاذ وليد زيما احنا كنا عنده يمكن انه لديني طلب اتنين وفعلا راح الانضباط ولكن هو بالفعل قال اللي هو هيرسلها لنا على النادي لان احنا كنا ساعتها رايحين عشان كان بنشوف المستحقات للاتحاد على النادي الاهلي عشان تقليل احد اللاعبين اي ودار هذا الحوار اللي احنا عايزين اللايحة الخاصة بي احنا نادي الاهلي اللوايح اللي عنده لايحة السراغات الدوري لايحة مصفة كاتس مصر لايحة مصفة كاتس سوبر منشور تعليمات السيط هو ده اللي موجود واحنا كنا ارسلنا للاتحاد قلنا لهم بتريس سا عشين سابعة او بتريس سا عشان تسا عشان تسا عشان لان كانت بتيجي عقوبات على سواء الجاذ الكني او اللاعبين فأنتو كنتو بيتفوجي مثلا الجاذ الكني قعدت دعيجو عليها سمتين الف جنيه نتيجة تأخير عن الملعب ثلاث دقائق طب هذي يعني سمتين ها تيجي الحديد بنان على ايه دعي على عيني اللايحة اه اه ارسلنا اكتر من مرة النادي الاهلي ينقصوا موصلوش وانا متاهل لكل الانبيئة المصرية يعني اللواقح الخاصة بالانضباط اللواقح الخاصة بالاستقناف اللواقح الخاصة بالعقوبات اللواقح الخاصة بالترخيص طبقا للاتحاد المصري الد sonra النادي الوحيد اللي معا رخصة اه الاتحاد الافريقي نعم نحن مع المساة اللواقح الترخيص لاتحاد مصري مش موجودة إحنا نوهنا لاكبر من مرة في أعداد فيجسات ودية يا جماعة عايزين لحت انضباص لحت جزئات عشان احنا حتى احنا بيقول دايما النادي الاهلي بيوقعوا خباطه على ادارات التنفيذية او في الاجهزة الادارية او اللاعبين قبل اي حد. مصبور. يدونا حاجة احنا نستند عليها. طب. طب تبعاتي النهاردة. من نفط القصة اصلا عايزين ثلاثة في المية عن عقود الاجهزة الفنية ومدير جهاز الكثورة. طب تبعاتي لنا ما يفيد بهذا عشان في عندي جهاز مركزي لوحدبات. اه. يفتش علي. هذا الكلام كله تم طلبه اكثر من مرة. طب. تمام? ولم يتم استلام اي شيء. فانا بس اردت بس ارزيز عطار. احنا ارسلنا خطابات رسمية في ستة عشر سبعة وسبعة عشر تسعة واحد عشرة. وهذه الخطابات لم يتم عليها رد رسمي. الحاجة التانية احنا ما طلبنا في القعدة برضو اللي هنطلبت بشكل ويتي قال هتم ارسلها للنادي. اه يعني حضرات كمان ما عرفتوش تطلعوا عليها. اه. قالوكم. هنقصلها للنادي. واللي السلامناء واللي فعلا اللي هي اخدته تعليمات في اللاعبين. ودي كانت حاجة قديمة. اللي كان موقع عليها. طيب. اما كان مدير. طيب. معلش يا سيد العبيد يعني عشان برضو كل مشاهدي قناة النادي القلي يفهموا هذا الموضوع. وحضرتك لما بتجي لك ورقة. او بيجي لك جواب. او بيجي لك شيء من اتحاد كرة القدم. معل حضرتك بتمدي عليه او المختص بيمدي عليه. الموضوع بيبقى ماشي ازاي معلش بعد ازarnos حضرتك عشان الناس تبقى فاهمة بس. يا فاندوم طبعا في حاجة اسماها صادر ووارد وفي حاجة اسماها مستلم وفي حاجة اسماها يعني لو في تسكرتار يستلم واللي بستلم في النادي الاهلي او بستلم في خصviolent خرى بيمضي ولكن برضو احنا دخلنا بفي موضوع تاني خالص الموضوع اكبر من كده الموضوع اللي النهارد ده الناز بتتابع هذه القرارات احنا النادي الاهلي ما زال في يتمسك في اللوايح. النادي الاهلي ما زالي وتمسك في القوانين. النادي الاهلي بيقول اللي غلط دي حاجة يتحسب. خلاصة عشان ما نخرجش برا ايطار الموضوع. النهاردة انا داخلين. يعني الاتحاد بدل ما بيطلع النهاردة يقول انا عندي طبقا اللي لواجع طبقا واحد واحد اتنين ثلاثة النهاردة اتدخلت. اصلاح نسلمنا بظرف مقفول او ظرف مقفول. ده غلط. اه. هو الكلام غلط يتقال حتى للمشاهد. ما هو حضرتك قلته? لا حضرتك خلصت. حاجة اتماعها بظرف. ما فيش حاجة معي كده. اما تيجي تتقالي هيقولك انا ارسلت الاتحاد المصري بتريخ كده. جالي رد الاتحاد المصري بتريخ كده. احنا ما بني يعني يعني ما عندناش يعني. اقول مش عايز اقول اللفظة احنا هنجذب او ما نجذبش ادعيب. الموضوع اكبر من كده. احنا عايزين نشوف ازاي يبقى بنعودة جماهيرنا بالملاعب ازاي توصل للشارع للجماهير المصرية كلها. لكل الانباية. ازاي بتاخد حقص بالقانون. ازاي بتاخد حقص باللواع. دي كل اللي انا شايفه دلوقتي النهاردة احنا بنخرج برا الموضوع الاساسي. برا الموضوع الرئيسي لهذا الموضوع. النهاردة النادي الاهل اللي متمسك بحقوقه قانونا. اه. فقط لاغير. تمام? تمام. يعني مش عايزين هوا دي الرسالة اللي احنا عايزين نوصلها. فطبعا انا بقول يعني استاذ ويضا اقتر. بعد ازاي حضرتك انا بذكرك تاني. النهاردة فيه خطابات جدت حضرتك. لم يتم الرد عليها. وما زلنا في انتظار بواحد جزئات. انت بتوقع عقوبة قدولان عليها. حضرتك النهاردة اللي حيث النظام الاساسي من الاهلي. لو فيه عضو. تم توفيع عقوبة عليه من قبل لجنة شنو الكوانية واعتمدها مجلس الادارة. من حقه يتظلم في لجنة زلو ماصر. اما هيجي تقول العقوبة ايه? هتصلى على نص في اللايحة اللي الجماعية العمومية اعتمدتها. النهاردة ده اللي احنا بنطلبه من. كنا من الاتحاد المصري سواء الصابق او الحالي. مع ايه العقوبات ماسنوها. ايه العقوبات اللي انت هتوقعوها. ها. هاي دي القصة كلها. عشان. واضح جدا. واضح جدا. انا مشكرك شكرا جزيلا. اي حاجة. انا مشكرك شكرا جزيلا. العميد محمد مرجان المدير التنفيذي للنادي الاهلي وجب التنبيه. وجب التنبيه. احنا بس انا برقي حضرتك. اشتركوا في القناة